السلام عليكم اليهوه هنالكثير عن الهيستوغرام الهيستوغرام من الطولز البسيطة جدا والسهل جدا ان احنا نقدر نفهمها ونقدر نقراها من العرسم ونستفيد منها بسرعة جدا في الفيديو القصير اللي هنشرحه دلوقتي ركزه معنا عشان نشوف ايه هو الهيستوغرام فأقول سليدنا عايزين عام في عن ايه هو الهيستوغرام ايه هو الديفنشان بتاعه وشكله ايه احنا عامكم من الرسم لدن طيب الهيستوغرام is a bar graph of the frequency of one continuous variable لو خدنا بأن هنا هتلاقي one continuous variable دي معمولة بدون الأحمر وأخذين تحترق خط لأن دي أهم حالة يعتبر في الهيستو جرام الهيستو جرام هو هنا بيدرس variable واحد ولازم الهي يكون continuous لازم يكون حاجة مستمع زي إيه؟ لو بصينا هنا للرسمة الموجودة في السلايد هنلاقي الراسمة دي بتتكلم عن height of student وهو طول الطلبة أو التلميذ اللي عندي في الفصل مثلا طيب أنا لو خدت فصل معين وبدأت إيه أطوال الطلبة بالإنش سجلتهم عندي وبدأت عملتهم جرام يعني زي إيه شايفين من الرسمة لو بدأنا كده من تحت height in إنش هنلاقي من 51 ل55 من 56 ل60 من 61 ل65 وهكذا حد من 76 إلى 80 دي عملتها زي classes كده أو عملتها زي مجموعات بتاع الأطوال ولقيت هنا أن عندي أكتر مجموعة تقررت لقيت إنها مثلا 23 فلازم هنا الأكسل على الشمال بتاعي له number of students لازم يغطي 23 ولذلك هو وصل ماكسلم بتاعه 25 زي ما احنا شابين على اسم أعلى رقم فيه بدأ عملها مثلا أن يكون 15 15 ممكن تعملها 10 20 30 زي ما أنت عايز ولكن هنا أعملها 15 15 15 تكون واضحة أكتر وبدأ يشوف هنا المجموعة الأولى اللي هو من 51 ل55 اتكررت كم مرة فيه كم طالب في الطول ده أو في المجموعة دي مفيش خالص فيها عمل نوازيره اللي بعديها 2 اللي بعديها 23 وهكذا بدأ يشوف الرسم زي كده ليه هو continuous؟ لأنه هنا الطول بدء من 51 ومنتهي عن 80 مفيش يعني مفيش رقم ما بين 55 و 56 مفيش رقم في النص لا هو يعمى 55 يعمى 56 وهكذا تمام؟ فعشان كده لازم الأعمدة زي ما احنا شايفين برضو تكون متلصقة ببعضها منفعش أن أنا أبعدها عن بعض دي من الحاجات برضو بإيه بتميز الهيستو جرام أو بتفرقه عن البرجراف طيب خلينا نقف لحد هنا في السلايد ده ونكمل وهنفهم بعدين أكتر عن الهيستو جرام في السلايد اللي قدامنا هنا عايزين نتكلم عن الحاجات general procedure for histogram frequency distribution زي ما بيقول كده يعني القواعد أو القوانين أو إزاي نرسمه أو إزاي نوضحه في الرسم هنلاقي عندنا أربع حاجات مهمة جدا رقم واحد الhorizontal baseline أو ال x-axis وهنا على الرسم اللي احنا زي ما احنا شايفين هو هنا منحط score أو measures منحط تحت على ال x-axis اللي هو الأوفوكي أيوة منحط عليه measures الكراسات أو scores طيب والvertical y-axis اللي هو الرأسي منحط عليه رقم يعني frequency أو percentage بتاع الكيس أو كده طيب النقطة الثالثة هو بيقولك the lowest value for each axis start at the lower left of the graph يعني دايماً ببدأ أقل نقطة من على الشمال أو من عند الصفر من على الشمال الجراف من تحت خلاص كده رابع حاجة يقول frequency histogram label midpoint of interval يعني باجي وليكن مثلاً مجموعة من 0 إلى 16 حققت مثلاً 30 واحد كعدد أو frequency 30 باجي هنا في نص العمود وقته بـ 30 ودي هنوضحها في الاسترائد اللي بعديها مثال أوضح وأسهل من كده بكتير خليكوا بس فكرين إن x-axis هو اللي بيبقى تحت وبعديه measures y vertical الرأسي اللي هو بيبقى عليه frequency أقل قيمة وهي الصفر بتبدأ من على الشمال تحت رابع حاجة والأخيرة هو إن احنا بنحط رقم اللي هو frequency أو بنحط label على كل عمود لحد هنا هنقف في الاسترائد ده هنا في السلايد الرابعة دي والأخيرة تقريبا في الهيستو جرام زي ما تقول هو حاجة سهلة جدا خالص فهنا بيوضح أو فيه هنا مثال بسيط خالص وجايب لك مجموعة أوزان بعض الكلاب في مكان معين مثلا هنا تحت على الـ x-axis زي ما احنا بنحط measures وهنا بدأ من صفر ومنتهي بتسعة وستين هتلاقي بدأ من صفر تسعة من عشر تسعة عشر من عشر تسعة عشر من عشر تسعة عشر كل ده بكيلو جرام وعلى الـ y-axis هنلاقي نوحظة number of dogs زي ما احنا اتفقنا هنا على الـ y بنحط number of frequency طيب لو لقينا مثلا الوزن من صفر تسعة يعني مجموعة الكلاب اللي وزنهم من صفر لتسعة كم واحد هنلاقيني خمسة واللي بعده مثلا من عشر لتسعتاشر هنلاقيني اتقرروا خمستاشر مرة أو خمستاشر كلب فيهم الوزن ده وهكذا لحد من خلص الاخر خالص وهنا الـ histogram من الحاجات برضو زي ما احنا قلنا اللي بتميزه أو بنقول هنا الـ histogram لازم يكون one variable زي ما احنا بنشوف هنا هو الـ weight بتاع الكلاب بس الوزن بس وكمان هو continuous variable يعني الوزن بدء صفر لتسعة من عشر لتسعتاشر زي ما احنا شايفين ارقام متتالية ومكملة البعضة فهو حاجة مستمرة continuous variable يبقى هنا عشان نرجع تاني الـ histogram بسرعة زي ما احنا قلنا هو business one variable هو business continuous variable business حاجة متغير واحد ولازم يكون continuous على الـ x بنحط measures أو scores على الـ y بنحط frequency طيب كمان الأعمدة بتكون متلاصقة لبعض وكمان بنحط الرقم أو frequency فوق العمود كده في النص دي ما احنا شايفين مش ناحية الشمال خمسة وخمستاشر وعشرين وخمسة وثلاثين وستاشر وستاشر وستة وربعة وكذا من كده نكون خلاصاً histogram سهل جداً وإحنا بناخد الـ bar graph هنبدأ نفرق من histogram و bar graph وهو حاجات بسيطة جداً ولكن الاتنين ما زالوا bar graph histogram بيختلف إنه one variable continuous و العمودة بتاعتهم متلاصقة في الآخر أحب أشكر كل الناس اللي سمعت الفيديو للآخر وأتمنى يكون كل الناس استفادت الموضوع بسيط جداً بتاع histogram أتمنى أن كل الناس تشارعوا الفيديو عشان بعض زمانينا التانيين برضو يستفيدوا أتمنى أن الناس تشاركوا أو تدعوا أصحابهم إنهم يدخلوا على الصفحة ويتراجعوا على الفيديوهات ويستفيدوا أتمنى أن الخير يوصل للناس كلها وأتمنى أن احنا ناخد يعني أجرينا من عند الله بإذن الله عن الفيديوهات اللي احنا بنعملها شكراً لكم وشككم في الزيوات الجاية السلام عليكم شكراً لكم